الخبر اول اللي عادنا الصراحة انا كلش ضائج من عادكم يب الصراحة زعلان بنقلت بالخبر السابق انه ياسو شهل اسم ريدر من الكومنتات ونفى خبر فعليا صحيح وان هي حذفة هذا الفيديو ولكن شكلها ياسو بعد ما شافت المقطع رجعت الفيديو والدليل ان هي رجعت الفيديو اللي تنسدوه عليه حتشوفون عليه بس عشر تعليقات وكمنتاتي يقولون ان انا شذب ومن نفس الوقت طبعا هي رجعت اسم ريدر فالصراحة انا كلش زعلها من عادكم اذا حابين انكم تصالحوني وسطوا الكومنتات عشر تالاف ولحد بعد شكبيه ان انا نشر خبر غلط وطبعا الكل اولو دماء البعض هو ريدر وياسو يعني ننتقل حاليا النور ستار يا حبايب تفجير القنبلة بتنزيل هذه الصورة اذا تعلمي خلالها عن تنزيل غنيتها الجديدة اللي رح تنزل بعد اربعة ايام بس فكتنا حابوب لكمنتاتي شركوا بالصورة صراحة وواضح كيف قوي رح تكون وش كيف متحمسين إلها ننتقل حاليا نارين يا حبايب وشنو صاروا بياها فبعا منشرت هذا الاستوري اللي كانت بقى واضح انه كل جسمه صار باللون الاحمر جاية حساسية فاليوم تزيل شوية استوريات تشكر بياه متابعيها وطمنهم انه الحمدالله صارت بخير وانه الطباء من يعرفوا شنو صارة بيها لغلب ديقولها انه هي حالات نفسية رعطكم استوريات شوفوا خليني اعطيكم ابديت عن اللي عم بصير معي الحمدالله بطل في حساسية بجسمي بس لما اخذ ادويتي هي الكورتزون عم تخليني اورم كلياتي يعني درجة انه مبارح الوضع مبارح كان كتير جديد علي كنت متورمة بشكل كتير غريب يعني درجة انه شفايفي كانوا داقرين مناخيري يعني ما عم قدر اتنفس بس لحد هذه اللحظة ما نعرف شو كان السبب وراها الحساسية لاغلب الدكار عم يقوموا موضوع نفسي وعصبي مو ما علاقة بالاكل لانه اليوم اللي صار معي هالشي بكت اكل انك الغروج بوحدة فبس بدي يقول اني شكرا كتير كتير لكل حدا تطمن علي انا كتير مبسوطة انه عندي ننتقل حاليا برهون مراوي واشي الغريب اللي يسوا ولي هو سبب وتهجم على كل اليوتيوبر في نزل هذل السوري كانت يطلب من المتابعين انهم يسئلوا اسئلة فوح من اسئلة ان شون رأيك اكثر يوتيوبر مبسطة انت تصوروا اياه فردنا انه كلهم كلاب حصورة كلاب فهل هي ترقص ده نارين بيوتيو نورستار او نوربار عفوا انهم كلاب ما دركتم للكومنتاج من توقعاتكم وننتقل حاليا يا حبايب نورستار بعد نزلت هذا السوري اللي يشات بي من داخل المستشفى حاليا انطمن متابعيها انه الحمدلله صبت زينة ونزلت السوري انه هي من داخل المستشفى ذا تجهز الاغنية عليك ان الله شفيها يا رمى بي لأخير والعافية ننتقل حاليا الشهد يا حبايب وطبعا مثل ما تعرفون هي رجعت حاليا تنشرب قناتها اللي بيها مليون تنشرب بشكل يومي فجاء شوية انتقادات انو يتقلد انسو اصالة فهي قررت ان تخفي اسم انسو اصالة من الكومنتات اللي عادها والدلع هذا موضوع يا حبايب لن ندخل حاليا على آخر مقطع نزلتها شهد بقناة شهد نكتب حاليا انسو اصال يا حبايب ونروح لكلمة الاحدث اولا عمدنا في التعليق والتعليق الاشخاص العرقوا ورايا تحذير اذا رجعت الاسم ورا المقطع وخافت انا ما عليها اوكي تحذير فحاليا بالوقت تصوير المقطع هذا هي خافي الاسم من بعد غيرنا الحساب يا حبايب ورحنا للتعليقات رح نشوف ان الاسم ما طلع مثل ما شايفين والتعليقات اللي جواه اللي بني اسمها ماري بيان تعليقها صراحة ما ندري شنو السبب ولكن ارجع كرر اذا رجعت الاسم انا ما عليها كتبوا لكم التعليقات شهد وقتكم ولكن ايام سرعا الفيديو فالاسخص اللي يعرفون يقروني شفايف خليك تبقى لكم التعليقات شنو قاعدة تقول لي اسم بالضبط صراحة شي غريب وشنو قائل سبب داخلية تتبجي وشنو مضايق هذه الفترة بس ويصلوا لنها وصلاة المقطع فاشنو اقوموا بلايكات و 10,000 تعليق والله ما سامحكم وباس شاكوا في الاسم لقد ميك القصص احبكم مع السلامة